هنروح من مدرب قطاع الناشئين لكابتن أهاب المصري في الناشئين كانت البداية في الشارع زي زي أي ولد لا ونادي المقاولين في التسعينات برضو كان نادي بيلعب أفراقها وبيفوز بأبطال قوص وأفراقها فهو شغبط على الاسم وكتب ممتاز 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 انت خلاص انت مرصود انا عايز يقولولي اعمل اي اعمل ان الموظف مش هكون ليه مكان معايا في نادي المقاولين انا بحبش اللعب الموظف احكي لنا عن كواليس تعاملك مع محمد صراح وانت بصفتك كابتن بقى الفريق وجاي لك ناشئ كده وانني جاي من الاهلي 16 سنة لعب سنة في الناشئين سنة لعبة في الموظفين على طور سافر برة انا عايز اللعيب اللي عنده طموح اللعيب اللي عنده اهداف دايما اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة مع نجم يعني انا شخصيا بحبه جدا يعني علاقتنا بدأت من الازاعة وبعدين كان اول تعامل ولقيته زي ما هو كان لعب ومهاجم قناص الحقيقة حد ابن بالك جدا حد تحس ان هو اخوك من اول لقاء يمكن هو جاه في وقت كده زعل بعض جمهير النادي الاهلي لكن هو اوضح الصورة دي بعد كده معانا نجم كبير كابتن اياب المصري مسائل فل عليك كابتن اياب اه حبيب يا بحمد انا سعيد جدا جدا بتوجد معاك اه يعني الراديو عرفني باخ وصديق ربنا اعيز ذكره اخ وصديق في حياتي سواء في حياتي المهنية او في حياتي الشخصية في حاجة انا بتشرف بيها وتحت امرك اكيد في اي وقت وموفق دايما حبيب يا كابتن والحقيقة يعني انت من الناس هتبقى اشهدت بعد كده فيك مجروحة بجد والله واذا كانت تجربة الازع اثمرت عن شيء فهي كانت يعني ان انا عاربتك لكن خلينا ندخل في الحلقة على طول تطورت بقى تجمل في الكلام ده احنا بينا حوارات ده انت مزع الجزء من جامير النادي الاهلي هتستنى توضح وضحنا شوية ونوضح تاني بس خلينا نبدأ الاول يعني كابتن اياب اه مدير فني في قطاع الناشئين صح كده مدرب عام يعني يمكن اللي ظهر على الساحة ان نادي بيرامز حقق اول بطولة هي كاس مصر لكن تقريبا انت اللي حققت اول بطولة حقيقية في كرة القدم لنادي بيرامز زي مام موليد مع 2009 كانت بطولة الجمهورية المقاضي ده والموسم اللي فات كانت بطولة الجمهورية لموليد 2009 حققنا لقب البطولة ودي كانت اول بطولة في استجلات الرسمية طبعا التابعة للتحلل الكرة كانت دخلت نادي بيراميدز قطعنا شيئين مقترب يعني تحت كابتن عطسون سالم هو رئيس القطاع طبعا مهندس ممدوح وكابتن هانيا سعيد لكن كانت هيا دي البداية وداية الانطلاق للبطولات يعني كانت بداية خير الحمد لله القطاع بنحاول فيه ان احنا نطلع اهم من البطولة اللي انت طلع العين فالحمد لله يعني في الفرق او في الفرقة 2009 كان فيه افضل اكتر من عنصر مميز جدا هيقدر ان شاء الله بإذن الله يكون موجود في المنتخبات وهيكون متواجد ان شاء الله مع الفرقة او تماما كابتن هنروح من مدرب قطاع الناشئين لكابتن اهاب المصري في الناشئين وتحديدا مع المقولين انت اول ما بدأت كده يعني بدأت روحة المقولين العرب لطول يعني عشان بس تكون الرؤية واضحة طبيعي اي حد بيلعب كرة هو صغير بيبقى بيدور على الاندال جمهرية بيدور اهلي بيدور زمالك لو هو من سكان القاهرة لو من سكان الاقالين بيبدأ لعب محلة اسماعيلي اتحاد مصري انت القصة جات مع المقولين ازاي القصة مع المقولين انا اصلا من الشرقية اصلي شرقاوي اه من كافري سقر او الشقوق يعني بلدي اه بلدي انا بحب الشرق وجد الله يخليك عشت وتولدت في حلوان حلوان بقى بلد لعبت الكرة الكبار او لكابتن حسين وكابتن ابراهيم يعني يعني انت عايز بلك وكابتن الجهر يخلي بالك كابتن مصطفى ومحمود ابو الدهب يعني لأ فيه كتير جدا في حلوان فكنت زي زي اي واحد بزي ما انت بتتكلم كده بالزبط برعب في الشارع وبروح مركز شاب شرق حلوان بروح نادي حلوان العام بس كانت البداية في الشارع زي زي اي ولد نزلت وبيت بلعب كتير فالناس كانت شايفة الموهبة فروحت مركز شاب شرق حلوان شوية هادي التطور بقى في الوقت ده بدأت تحس ان انت بتلعب بشكل ايه يعني شوية بس مفيش بردو السن بتاعك يعني انا موريد 85 مفيش السن بتاعي في حلوان اي لكن انا بلعب مع ال84 مع ال83 كنت دايما بلعب مع الاكبر مني لحد في يوم انا فاكر طبعا كانت لي النجار اسمه علي علي يوسف اي يعني بص علي يوسف ده انا بشكره في كل مكان لان ما فيش علاقة بيني وبينه لأسف دلوقتي لكن هو الراجل ده صاحب فضل كبير جدا هو كان بيتفرج علي هو راجع من الشغل راجع من الشغل يوفي تفرج علي فجي في يوم رح مدي الوالد الجرنال قال له فيه اختبارات في نادي المعودين العرب قال له قال له حرام عليك فأولا فخد الوالدي خد الجرنال فروحنا اختبارات نادي المعودين العرب كان كابتن نبيل إبراهيم وكابتن زمزم اللي ارحمه هم اللي بيختبروني الحمد لله عدت من اول اختبار وعدت من تاني اختبار والامور مشت في نادي المعودين. جي بعديها والاختبارات شغالة. اختبارات نادي الزمالك في حلوان. اه. انا رفضت. يعني كنت رافض لانا اخش الاختبارات. ليه? اه لا هي في الوقت ده يعني عشان ان ان. انت بالزمالكاوي. اه العيلة كانت رافضة والكلام ده. ده حقيقة. يعني العيلة كانت رافضة والانا اه اللي انا اخش الاختبارات. انا 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 مصدقك والله. بس انا عايز اقول بس نقطة مهمة جدا. طبيعة الحال اي حد لاعب اهلاوي زمالكاو بيلعب اي نادي مع الكاميرا احترامي طبعا وتقديري لنادي المقاولون العرب بس لما يجي لك اختبارات نادي الزمالك ليه ما جربتش؟ من هقولك لا انا هم يعني خلاص هم اختاروا اللي انا روح للاختبارات في النادي وفي حلوان والناس اقنعتني اقنعت والدي عمتا مش اقنعتني انا كنت لسه صغير 8 سنين 9 سنين فاقنعت والدي ونزلت انا فاكر كابتن مجد شلبي في اول اختبار اول كرة استلامت على طول رحت معادي رحت شايت جول لان المرحلة انا اللي كنت يعني منور فيها بشكل كبير جدا فراح نادي عليا على طول انا فاكر حتى ما كانش الاستمارة باسمي فهو شغبط على الاسم وكتب ممتاز 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 انا فاكر رحت رايح قال لي بكرة تروح نادي الزمالك رحت نادي الزمالك تاني يوم اللي اختبار واختبارت وقديت وبرضو شغبط على استمارة فجت بقى اللحزة الفارقة ولحظة الحاسمة اللي في الموضوع الخميس رايح الماولين بورقي والسبت هروح الزمالك بورقي ايه ايه ما تفضل بقى انت هتروح فين فعمي كان رحمة الله عليه هو الكبير العيلة فصلى صلاة الاستخارة وكان اتقرار ان انا هروح نادي الماولين وهوادي ورقي نادي الماولين وكانت احضر صلاة الاستخارة لان طبعا ربنا بيختار لك الخير كله لان ممكن كنت تروح تنادي الزمالك ولعبت بس مكملش في الكرة لكن دايما في الوقت ده نادي الماولين العرب كان ولاد نادي الماولين العرب كانت القطاع الناشرين عنده دايما تلاقي ولاده كتير والفرصة كانت اكتر ونادي الماولين في التسعينات برضو كان نادي بلعب افراقيا وبيفوز بابطال القوس وافراقيا هي دي بقى بص بقى انت كده دخلتيني اللي انا كنت انا حبيت نادي الماولين ازاي انا وحيد والدي والدتي ما ليش اخواتي ولا صوبيان ولا بديان فكانت الخروجة بتاعتي استاد القاهرة المباريات مش لأهلي او زمالك خلي بالك منتخب مصر ماولين كان بلعب سوديجراف في نهاية كس الكوس الافراقية كسب 4-0 كانش في حد في الماولين مالوش جمهور فاحنا رحنا والدي خدني وروحنا الماتش الماولين بلعب سوديجراف هو والدك موظف في الماولين العرب لا 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 خالق يعني انت فعلا انتو بس حابين كورة وماتشات افراقية فراقية فهو رايح يتفرج على الماولين بقى تعال ان يتفرج على الماولين بلعب نهاية كاس الكوس الافراقية كان بلعب سوديجراف انا فاكر المباراة وكسب 4-0 محمد عودة جنين وكابتن علي عشور جنين وكانوا بيوزعوا بعد الماتش كانوا بيوزعوا كتاب اسمه السلاسية كان الماولين ابطال السلاسية فانا فاكر كان بيتريمي انا نزلت تحت اوتوبيس خدت الكتاب وعادت اقراه فانا حبيت يعني قلت سلاسية بلق دوري وكاس وابطال ققوس وكان تالت ابطال ققوس للماولين تالت بطولة افراقية السلاسية دي يعني ارتبطة بالبطولة التالت دي كانت ستة وتسعين لما لعب السوبر قدام الزمالك بالزبط كده ما كانت المباراة النهائية امام بسوديجراف وهما كسبة 4-0 فهي دي من الحاجات المفارقات اللي خلتني حب بناني الماولين طب روحت ماشر الزمالك بالنائي مع شوتينج ستار لا 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 ما روحتش زمالك شوتينج ستار رحت رحت الاهل وصندونز الاهل وصندونز 2021 2021 كنت عامل عملية في اداية كنت عامل شريحة ومصامير وفاكر والدي خدني وكان نواف يعني بيتفرج على الماتش ومحدش قرب منه اه محجم عليك اه بس الناس تفرح مع الجون هو درجة ثالثة صح? اه انا طيب السؤال هنا يعني عامل عملية ومركب مصامير وشرايح اه وراح درجة ثالثة في ماتش نهائي اللي اساسا يعني انا انا دخلت الملعب الدخول بيكون صعب جدا في المباراة اللي زي دي وفي النهائي انت فاهم سواء مباراة اهل او مباراة زمالك يعني ايه انا بعد ما مضيت انا عادت في درجة ثالثة انا فاهم انا بقولك انا انا بشوف الكرة اه الكرة دلوقتي ايه كانت دي التالتة زمان ايه وكانت فوق كلمة بسم الله الرحمن الرحيم وكنت تقعد كده ويجو فوق في السنتر كده وتحجز تادي القرارة المقعبات الالوان دي الكروت الكروت اللي كانت موجودة دي اه فانت عشان تحجز تروح بدري ايه والترمس الشاي والاجواء دي والجرائد ما تدخلش والايزات ده انا فاكل والاعلام مش عارف ما فيش عصير لا بس زمان كان زمان عادي في الاول كده لا في الاول لسه لا انا اسمع مين اصنع حضرت ماتش نهائي تلاتة وتسعين تلاتة وتسعين تلاتة وتسعين افريكا سبورت اه اه فطبع يعني انا راحمة الظهر انا معامل لا طبعا تسعين انا عالي على بعض بقى حضرت الاهلي والمنصورة تلاتة واحدة في كاس ماتش عارف كنت رايح مع مين ؟ مع احمد حسن صح ؟ ولا احمد حسن مين ؟ مين بقي احمد حسن استكوزها ؟ اخو او الشقيق الاجبر لكابتان حسام وكابتان برئيل اه حلوان ايه فانا كنت رايح مع احمد حسن الشقيق الاجبر لكابتان حسام وكابتان برئيل انتى وضح ميولك رايح في qualifications لا الميول دي بص ميول والدك يعني والدك اهلاوي الايلة كلها الايلة كلها خدت القرار وراحت المقولين العرب وقلت خلص دي صلاة الاستخار العامي وواضح جدا ان العائلة يعني بتسمع وواضح ان والدك يعني استجاب وراح في سكة عمك بالزبط اه وراحت المقولين العرب وراحت المقولين العرب قل لي بقى مشورك مع المقولين العرب بقى عاصل المقولين العرب ده طالعا نجوم كبارة يعني يكفي ان محمد صلاح طالعا من المقولين العرب وخلي بالك صعبة جدا الرحلة كانت صعبة اه لما دخلت 96 او انا دخلت كان عندي 9 سنين او 10 سنين ايه انت بتخيل انت انت الوحيد مثلا كان معي اسلام سيوم كمان بس اسلام بقى ارضو مكملش معي في الموليد الاخر الوحيد اللي كمل من فرقة اللي لاخرت النادي في المرحلة دي فقعد كان كل سنة بيمشي لك لعيبة ويجي لك لعيبة يمشي لك لعيبة ويجي لك لعيبة توقف فترة صعبة جدا خلي بالي انا فاكر كمان انا مبدأتش مهاجم رحمة الله عليه وانا بذكره كل خير دائما كابتن سامش الشين انا كدت قد اخو كابتن سامش الشين او كابتن سامش الشين او بقى ووكابتن سعيد القصة الشهيرة بتاعت كابتن مختار مختار اللي هو ظلم فيها طبعا هو طلع وضعها او كابتن مختار او كابتن مختار جابوك موردها هتزالوا دي حاجة جامعة بالزبط فكابتن سعيد شيني انا اول موسم بدأت العيبة وسط مدافع مع كابتن احمد كامونة شقيق كابتن سامير كامونة بدأت وسط مدافع ودي كانت غريبة جدا لان اولا كان تكوين الجثماني ولا كان اسلوب لعبي اللي انا انفع اكون كده جي كابتن عاليش حتى السنة اللي بعدها الملعب كبر الملعب سباعي الملعب كبر بعدها فجي كابتن دكتور عاليش حتى طبعا بكرايتي العظيم التاريخي النادي الموليين من المتاخد مصر فجي وانت بتقول دكتور عاليش حتى بيرني في غداني كابتن لطيف حتى لعبني دفندر بقى في الملعب كبير في لعبة دفندر دفندر بقى دي فيها هتدافع وفيها هتعمل بقى كنت لابس اربعة كنت اعمل فيها رضا عبدالعال بقى اه 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 يعني انا كنت متقمس الدور ده اه اه بالخارجي وبالداخلي وبتعمل بينيات والكروس من نص الملعب والتفاولات وكل حاجة لدرجة ان اللي جي في مطش هنلاعب السكر حديث في قبل نهايب طولة طولة القاهرة فعندهم لعيب حريف اسموبيليا فقال لي كدكتور عيش حتى طول اسبوع ان جايب احرف لعيف الفرع عندي انت بتلعب منتو من عليه بس اه انا مش مش ستايلي يعني هتستغرب دي وقت انا لعب منتو منه لحد فلعبت منتو من عليه اه وقاعد الرادي يجبني مينوش وانا اضرب واتزحلب فجينا لعبنا السكر بليا ملعبش تحت الفرود بليا لعيف فرود اه فانا سبت الملعب كله ووالف مع بليا احنا بسمنا تنصف لكن انا مليش دعوة اه تجررني فكور لغاية ما عادلنا الماتش وعدنا السنة على خيره وكسدنا البطولة جي باعديا بقا بعبت هافريت الله مقاتد المجدي المصطفى اي راحلين شوية قالك هه إدوار هو الهجومية اكتر يا جماعة وعنده حاس التهديف عالية فسلى هتو هنا ومش هيدافع برضو اي فبدأت لغاية خمس شهر السنة بواقع ستاشر السنة كان فيي واقع تبا كان فيوا وقت بقا سع goes فرقه التلاثيم давайте 85 عندنا كان فيها فرقة كبيرة جدا أنه عن طول إسلام شكري وسيد رياض وشيمي محمد عاصم كان فيها سامي محترمة في الوقت ده وكان بطل الجمهورية فجي كابتن سعيد كنا هلعب المحلة والمهاجم الأساسي بتاعه إسلام شكري اتوقف فكانوا بيتنزلوا لعبة من الدرجة الأولى فهو عايز فروت كان نازل سامح يوسف من فوقه كابتن سامح يوسف وهو جي قال لك ايه أنا عايز فروت من تحت فقالوله خلاص معنا في فروت هو هداف الفرقة وقال لهم لأ أنا عايز فروت قال لهم هاته قهاب يا كابتن قال لهم مش انتم كده كده بتخلوه دافع ماكوش دعوة ما بيدفاعش هو بيدفاعش هو بيهاجم بس أنا عايزه لعبت المحلة اتنين اتنين وقال اللي جبت الجنين ايه ومن ساعتها خلاص خلي بالك ايه من ساعتها بقت فروت خلاص بقت فروت النادي اه فعام من سبب نقطة دي من كابتن سعيد شيني كانت نظرته وكانت وجد نظره مختلفة تماما عن كل اللي دربني قبل كده بس كان في حاجة سريعة عايز اقولها لك برضو في نادي المقاولين ما كناش بنريح ما بين المواسن كانوا بيعملوا زي انتقاء للتلات عناصر من هنا او تلات عناصر من هنا من كل المقاولين وييجي بقى بيمرانه مين لو تفتكر بقى كابتن زيزو طبعا رقم 14 ده كان حاجة عظيمة ده من احرف اللايبة ده مزع عني في موتش اتنين سفر المولين والاهلي كان هو وكانت عب سطار افاقد اتنين سفر موتش ما كانش موزع لا لا كان موزع ده غير تلاتة واحد اللي ما كانش موزع اه 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 اتنين سفر ده اتنين سفر عمودين خرص انا من اولي استاد اعرف استاد القاهر استاد القاهر فكابتن زيزو كابتن رحمد سعيد كابتن مجدي مصطفى فكان كل في في الاجازة ما كناش كان يعلمك ازاي تحط ببطن رجلك اه كور السبتة يعلمك ازاي الانفراد كان بقى لسه مفيش التكنولوجيا بتاع دلوقتي والكلام ده كان يعمل لنا يعلق لنا وماشى مثلا او حاجة في المقاصة من فوق وانت تحط ببطن رجلك الدربات السبتة فده كان شغل زمين في بتاع الناشئين كان عندنا وموجود لحد دلوقتي اه حيطة كده في الملعب اه ما بين الملعب في حيطة وفي ارقام وتنشل بقى تحط في رقم ثلاثة رقم خمسة رقم ستة فده كان شغل في قطاع ناشئين نادي المهونين العرب لحد ما ما جات اللحظة اللي هي بتاع التصعيد بقى التصعيد بقى جات ازاي بقى كنت منتخب ناشئين مع دكتور محمد عير الله يرحمه وكابتن محمد ردوان وكان منتخب الناشئين رايحين اه عندنا احتفالات تحرير سينا في في العريش اللعب منتخب العريش ومنتخب سينا في العريش فانا لسه صغير ما عنديش يعني ما كنتش بتصاعد مع الفريق الاول ولا حد كان بيتصع فلاقيت كابتن دكتور محمد علي كان كان يعني شديد انا كنت كنا بنخاف منه يعني فنادي عليا بصوطة عالي جدا وانا كنت عاد سيأخذ اوتوبيس انا قلتها عملت ايه فنادي عليا وروح تريح له لبسك معاك قلت له اه هنا ولا تحت قلت له لا اه هنا معاك فلوس قلت له قال لي نزل عدي الناحية التانية اركب وروح عندي عشان عندك ماتش مع الفريق الاول في الطريق في الطريق كنا ريس تطلعين على اول الطريق فقلت له مش انا برضو يعني عارف اه مش مستوعي انا ماتمر انا ماتمرنتش مع الفريق الاول اه روح لعب ماتش في الدورة كنت ساعتها للأسف المولين اه زي الوضع الحالي في الممتاز اه فنزلت وعدت وروحت سنة كام ده اه سنة الفين وثلاتة اه اه الفين وثلاتة اي ا caps 2003 فانا رحت انا رايح لالفريقي الاول بقى وداخل التامرين كان خلص اوب تامرين كان بخلص اه رايح فين اتلم انا اهاب المصري اه اه تعالي تعالي فخدوني مع اليش تعالى انا داخل ما محدش ظا محدش ثبيات تاعالي بس تعال خدوني لامالوا وسلموني اللبس والاداري مين كان مدير الفن وقتها كابتن يوسر عبدالغاني يوسرا عبدالغان تابع شما figure دياري وبعد كده تسكنت كمان مع داودة ديكت ايه كان حارس مرمى البوركيني وكان حارس مرمى بوركينة فاسا وقت ما كان بيسمح باللعب اه قبل ما يمنع الكلام ده فدخلت المعسكر وقعدت مع داودة كنا هنلعب الشرية الدخان ساعتها فانا قاعد برضه مش مستوع بيه اللي بيحصل يعني معسكر والترنجات ولبس الفريق الاول فهم وضع مختلف تماما وأجواء مختلفة ومع داودة انت قاعد مع داودة ما بتتكلمه بتعيد ومش قادرت ستتحرك يعني عارف هو يخش انت خلاص انت مرصود انا عايز يقولولي اعمل اي اعمل وبيغني ويرقس ومشغل اغاني وانا مش قادر اتكلماش اعمل اللي انت عايز وانا مش قادر اعمل اي حاجة فخلص يعني خلصنا اليوم وكنا هنلعب الشرية الدخان فكنا كسبين ثلاثة او اربعة فانا داني كابتن يوسري انا برضه اتصدمت تعال يعني افروح ترايع اه نزلت على طول يعني اقلي فنزلت نغير شنكار اه فالحاكة بقى تعال اهدى انزل تعال ارجع تاني اربط شكار ورجع تاني انا عايز انزل اه اه نزلوني انطلب فبعد كده بقى حصل برضه شوية مشاكل في الفرقة ما كانتش افضل حاجة بعد كده جي بقى التفرق كبيرة في نادي المقاولين كابتن حسن شحاتا اعمل معنا اجتماع في اول يوم جي لنا واقعد يتكلم معنا الكلمة دي خلي بالك انا اواخدها لحد الوقتي وبسمعها دايما ان الموظف مش هيكون ليه مكان معايا في نادي المقاولين انا محبش اللعيب الموظف انا عايز اللعيب اللي عنده طموح اللعيب اللي عنده اهداف دايما مش اللي هو هيكتفي اللي هو النهاردة انا كسبت هفرح خسرت انا عادي مش فارق معايا انا محبش كده اه لاني نادي المقاولين مش الجماهير اللي هتضغطك فانت اللعيبها بتتحول في النهاية ان انا مفيش جماهير ضغطاني فانا مفيش ضغط عليها فبالتالي لازم المدير الفني يلعب الدور ده اللي هو يديك الدوافع وانه هو يضغط عليك وانه هو يحفزك وفرقت معايا فرقت معايا ومع الجيل فهو كابتن حسن شحاتا ما هو اتخرج من المقاولين على منتخب مصر على طول خلي بالك التعامل النفس بتاع كابتن حسن شحاتا كان بيفروعا احد يعني كانت انحسن شحاتها نفسيا كان لسه برضو في الفترة دي يلعب معاك واحد في النص ويا سلام بقى مهم جدا الامور النفسية دي مع اللعبة؟ طبعا خلي بالك اللعب المصري بيحب الامور دي يعني والمدربين في مصر كلهم عادي يعني الامور مش بعيدة الامور الفناء لكن التعامل النفسي انت هتحبني فانا عشان انا فيه اوقات كتيرة لو انا مش موفى النهاردة فيه اوقات كتيرة عادي الكرة مش هتطوعك او انت مكنش في حالك لكن هتموت نفسك عشان خاطر المدير الفني هتفكر اللي فيه واحد في ظهرك عمل عشانك كتير فانت هتشتغل عشانه فهتموت نفسك عشانه فده اللي الواحد بيحاول برضو دلوقتي ان انت علاقتك بالولد او علاقتك باللعب بتاعتك تبقى عاملة ازاي لو هي علاقة فترة او علاقة مدرب باللعب دي تبقى صعبها قوي لكن لا انت لازم تصاحبه واتقرب منه وتخش جواه اكتر وتعرف في المرحلة اللي انا بكلمك فيها برضو مرحلة 14-15 سنة دي مرحلة فريقة برضو بتعرف انت والمرحلة البلوغ والولد بيتغير فانت لازم تقرب منه وتصاحبه وتعرف رايح فينه وجاي منه وبيخرج فينه عندنا مدربين حياة في قطاعات الناشين ويمكن يعني كابتن ربيع ياسين يعني كان بيجيد جدا التعامل في النقطة اللي زي دي بتفرق بشكل كبير جدا بتفرق بشكل كبير جدا فده كان كابتن حسن شحادة وخدنا كاس مصر تخده كاس مصر يعني بشكل انا مش عارف ايه علاقتي بالمبارات الحزينة يعني مبطش نهائي كاس مصر الاهلي والمقاولين العرب انت لو قلت الحد متشائم من جمهير النادي الاهلي اكثر المتشائمين من جمهير النادي تعال اكتب لنا سناريو المطش بالشكل ده ويطلع بالشكل ده وبالطريقة دي انا بصراحة مش هيوصل بعقل يعني انت بتلعب اسماعيلي ايه اللي ايه اللي ايه 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 واي صعب جدا ايه 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 كان واصل النهي اصلا كاس مصر مع الاهلي لو اصل الاكسرا طايم واحد واحد ورقلات ترجيح انت رايح تلعب في اسماعيليا كنتم سافر في نفس اليوم دي كانت من النوالي اللي بتحصل فروحنا اه اثنين صفر الشروط الاول مع الرقفة اه انت عارف ستادي سماعليا لما بتقفل والسرق بتعمل خلاص خلصت اتقفل الشوت الاول 2-0 كابتن حسن دخل بقى انفجار تحول 180 درجة الشوت التاني فرقة تانية 2-2 وقدرنا نرجع عن طريق رامع عادل وكرة خدمتك الكرة بنشوت فاول رامع بيشوت بتغبط بتخش 2-2 الدنيا عارف بقى ايه ده الضغط الجماهيري بقى والضغط الجماهيري انت كسبان 2 وعمل شو شوت الاول شوت التانية الدنيا بتتقلب عليك وانت اللي ايه خلاص انت بتقالية في اللقاء فاتنين اتنين والدنيا زي ما انت قلت هي عايزة هي كتا عايزة فاحنا ما صدقناش فانت راح بتلاع بيناني الاهلي هو كابتن راح استمتع راح شيل الضغوط من عليك حاولنا نجيب جماهير من الشركة طبعا انت عارف الجماهيري اللي في الشركة اول مع اول هدف بيتحول ما ببقاش بيشكل فانت بتلاقي كل الاستاذ بعد كده بيتحول ضده ده السهية اللي كانت الميزة ان هو كان مخليك مصدق نفسك خلي بالك دي صعبة جدا يعني تقنع العيب اللي هو لا صدق نفسك وصدق الحلم اللي انت فيه اللي انت ممكن تكسب نالي الاهلي ممكن تاخد بطولة عارف اقولك كلام ده انا عارفت انا يعني شركني معك في الحوار ممكن الناس لما تسمع تقولك يا عمد ده ظروف خدمت وحرس وجوزيه عمل تلت تغيرات في بداية الشوت التاني وضرب الجزاء في ديه تاسعة وتمانين يسجل خلص المباراة خلصة المطر لا او قصة كبيرة جدا كان عقباوي تقريبا حرس المرمى فييجي امير عبد الحميد صاب فيعف شادي محمد هنقول ماشي طب انت جيت وجهت هنا دي الزمالك في السوبر وانا افاكر برضو المطش ده اربعة اتنين تقريبا اربعة اتنين لا ازا المقاولين عمل مطش عالمي وبرضو كان الطبيعي ان الزمالك اللي يكسب ولم تحدس مع الزمالك الظروف اللي حصلت مع نادلالي ولكن قدر المقاولين هو في الدرجة التانية ياخد كاس والسوبر ده اكيد يحصل بمدير الفاني لان اقولت لك وشكلنا في اللقائين يمكن الناجي الزمالك كان شكلنا افضل كمان يعني مجرات الاربعة كان شكلنا افضل بكتير خدته الثقة خدنا الثقة وهو كابتن حسن شاحته هو بيحب كده هو زي ما قلتلك هو كان بينزل التمرين ويقعد يلعب معاك وسلام بلا وانت اديت لحد كبري يراقف التمرين ويقعد يضحك ويهزر وهو بيحب العيب الكورة فهو كان دايما شغله كله كورة فهو كان مديك الثقة كبيرة جدا مدي الثقة للنادي كله زي ما قلتلك هو في الاول شال من جواك ان انت موظف ما هو انت مش هتروح تكسب خسرت كاس مصر خسرت السوبر عادي لأ انت كسبته كاس مصر ليه ما تاخدش السوبر علاقتك كان قويب كابتن حسن اه الحمد لله يعني كابتن حسن من الناس اللي انا بدين لهم بالفضل في البداياتي كان هو وجهازه سنت كنت بره ماتش الاهل كنت بره ماتش الاهل اه كان عندي جازة في الروبات داخلي لعبت ماتش الترسانة في دور الثمانية كان ترسانة من منصورة دور ستاشرة دور ثمانية مع كابتن يوسري عبدالغاني بعد جدا جي كابتن حسن ويبكن انا فاكر في ماتش النهائي في ماتش الناجي الاهلي كان ساعتها الكاميرا في الملعب ايو فانا نازل الملعب بعد الماتش عايز احتفل انا نابسين بقى الناس اللي برا واخدين كاس واخدين كاس انا بيشبز وانا درجة تانية وقصة كبيرة ونازل فرحان انا لسه برضو بالنسباني انا لسه صغير طبع حتى لو مش صغير انت بتلعب بتفوز على النادي الاهلي الاحتمالية بفوز البطولة للاهلي كتير انا البطولة انا اخدت 5000 جنيه وروحت عمره فاهمت فرحتك برضو يعني الجايزة كانت مكافئة البطولة بالنسبة لنا لي انا كانت كبيرة جدا في الوقت انا في 5000 جنيه وروحت اعملت عمره دي كانت حاجة حاجة كبيرة فانا نازل الملعب فاتمنعت كان الملعب في كلية الحربية الملستكف في الكل الهربية فسعيتها كانت الكاميرا في الملعب شغيلة فاستضفوني وانا نزل وحتى بقى وانفعلت لما بلعب في اهلي وزمالك كان زماني في الملعب دلوقتي واحتفلت مع زمالي واحتفلت ومش عارف ايه تاني ام صحابي بقى اللعبة كبيرة قلبت الدنيا وانت ترى عمل لنا عمل اعتصام وعمل مظاهرات على التلفزيون ده حصل فهي كانت من الحاجات الكويسة انا عايز اقول لك انا خدت الكاس وانا راجع من كلها حربية لحد دنيا ما اوليه كنت لسه ناشي فانا اخد الكاس انا خدته في حضن كنتش ساعتار السنة تقريبا صعا ساعتار عشر اه 18 اه مسلا 17-18 فاخد الكاس حضني فانا نزلت عند دنيا ما اوليه ما اطلقتش انا معايش مع عربية فانازل اركب بميكروباس شروح فانا راكب عارف انا بطل الكاس يا اخوان انا عايز اقول للناس كده انا راكب وانروح طبعا جماعة عايز اقول للناس انا 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 اخدت لسه واخد الكاس مصري من نادي الاهل يعني فاهم انا كنت فرحان مشيت راوحت حلوان الناس فرحان يعني الشارع فرحان فاهم بتحسوها كالعيبة وانا هنا انت لعب لعبت في اندية شركات مع كامل اخترار ما تدرنا لها ولعبت في اندية جامل ريه على مستوى النادي المصري وكانت النقلة للنادي المصري وانتكلم مع انا انت بتقول ايه وانت ناشئ او انا لو لعب في الاهل ما كنتش هتعامل معا كده انتو بتحسوا ان فيه فعلا فوارق كتير انا عارف الفوارق بس فوارق كتير للدرقة دي في التعامل اه طبعا اه طبعا مش هنجمل الصورة ده طبيعي ده طبيعي خل بالك اللي انت وخل بالك انا في الناشئين وانا في الناشئين كان برضو بيتعمل لي حساب كمعاولين ضد اي فرقة تانية بس اثناء اهلي وزمالك كان ليك وضعك وكان ممكن الحكم برضو في ظهرك او يحميك في بعض الوقات لان انت كان اسم كبير دلوقتي انت شايف نفس اللي انت كنت بتوجهه زماني يعني خلينا نتكلم بوضوه دلوقتي فيه اندية شركات وفي اندية استثمارية لعبتها نجوم خلاص الوضع مختلف دلوقتي لا اللعيبة ما انت دلوقتي بتشوف اختلف من حيث التعامل لكن انت بقى كلاعب انا بقى لعب دلوقتي متقدم لي عرض في نادي جماهيري تمام وعرض في نادي شركات يعني هنقول نادي الشركات او نادي الاستثمارية هيدفع اكتر شوية انت ممكن كلاعب تقول لأ انا هروح لنادي جماهيري عشان يكون لشعبية ولا انت ما حسيتش ان فيه فوارق خاصة ان القصة كانت بعيدة بالنسبة لك اهلي وزمالك اي نادي جماهيري انا انت بتتكلم على دلوقتي ولا على فترتي انا على فترتك ودلوقتي المقارنة بينهم لو فترتي كان فيه جماهير كان فيه جماهير فعلا عشان كده تقدر تقول لنادي جماهير دلوقتي كان فيه منصورة كان فيه محلة كان فيه محلة المصري الاتحاد اسماعيلية كنت تروح تلعب في المبارات اللي زي دي ده حقيقي كنت تلاقي المنافسة صعبة جدا انت عشان تروح الاتحاد ولا تروح المصري ولا تروح اسماعيلية ولا تروح المنصورة كان دي مطشط اي حد كان بيعمل لها حسان يعني انا كنت بروح المحلة بفاكر مثلا المطش المحلة ده بالنسبالي انا في مرة خانقت وتوقفت 3 مطشات ومطشين بعد المباراة بسبب يعني الجمهور المحلة يعني عادي خلي بالك انا ما كنت فيه اه بيشتمني وهو كان دايما الجمهور المحلة كان ليه حاجة كده وكل اسم لايب بيتقلي لازم تشتم يعني يقولك تشكيل مثلا المقاولين كذا يروح شاتمين فاهم فعادي جدا ما كانتش يتزعل يعني تيجي تتكلم دلوقتي يقولك ده ضربوا وطوب او حدفوا او قالوا شاتين في اللقاء يا جماعة عادي احنا كنا المصري بيلعب المحلة في المحلة وكسلنا تلاتة ومراجعين الاوتوبيس طول الطريق لازم مكسور فاهمت انت بتتكلم في نقطة يعني انا بسوط انت فتحتها لان البعض بييجي دلوقتي بيتكلم كأننا كنا في معزل وما كانش عندنا قرة قدم انت عارف الشغب ده في الملاعب وانا هنا مش بناعم الشغب ولا بقول ان الشغب انا بقول ده طبيعي بيحصل في كرة القدم في اوقات كتير بنحد منه اه لكن ما تحسناش ان هو شيء جديد او مستحدث انا عندي يعني من ارشيف الاهرام مبارات اهلي وزمالك الف سمائة وثمانية وعشرين ما كملتش ما كملتش بشغب الشغب لا اقولك يعني هو انا لسماعيلية قبل سبعة وستين وبعد سبعة وستين مبارات النادي الاهلي كانت بتروح بصعوبة مبارات الاهلي بصعوبة اه مش عاوزين الشغب ياخدنا للاحداث زي ما حصل في احداث بورسعيد لا 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 اعزين اللي هو فكرة ايه ان انا اتجاوز عن بعض الاشياء لان هي في النهاية كرة في النهاية كرة قدم والزبط ما هي دي دي البهارات بقى اه دي الحاجات بس ما تتجاوزت اكتر بالزبط وما تكبرش من هنا اكتر لكن هي كانت انت كالعيب بتبقى عايز تعمل ايه خلي بالك يعني انا مثلا في بورسعيد قبل ما اروح المصري انا كنت دايما احب يلعب اه يعني ماطش اخر ماطش الييه انا فكره المصري والمقاولين في كاس مصر اه تلاتة اتنين جاي بجونه عامل دارب الجزاء في دي اه طول تلاتة اتنين ولا اربعة اتنين تلاتة اتنين تلاتة اتنين ضرب الجزاء cens ده تمانية اتسعين اه عامل انا عامل دارب الجزاء لا انت بتتكلم عن النهايةistles تrtلي لا لا انا اخر موتش لي وانا في الماولين وانا في الماولين وانا في الماولين وبعدك ايه رحت المصري كان تلاتة اتنين ده طيب قبل ما تروح المصري قبل ما روح المصري خلينا لسه في الماولين انت موجود واصبحت نجم كبير في نادي المقاولين العرب وكابتن فرقة واهلي وزمالك يعني كان فيه مفوضات على مراحل كتير بنسمع اسمك هتحكي لنا انت الحصة دي حقيقية ولا ايه لكن كان فيه نجم دلوقتي الدوري الانجليزي محمد صلاح وجالك النني حكي لنا عن كواليس تعاملك مع محمد صلاح وانت بصفتك كابتن بقى الفريق وجالك ناشئ كده والنني جاي من الاهلي 16 سنة لعب سنة في الناشئين سنة لعبة في الماولين على طور سافر برة بتجمعك بقى كواليس باللعبة دي طبعا بص يعني هما يعني امكان النني شوية عادي لكن صلاح ما كانش يعني مش ما بيحبنيش اللي هو كان بيبداية اللي هو ايه اللي انا كنت بعزبهم شوية كان فيه مسلس كده كان فيه مسلس بيعزب الناشئين اه لان احنا كنا ولادي النادي بس هما كانوا شايفاننا كده ايه كنت انا ومحمود سامير وعلاق كمال احنا التلاتة كنا عاديين فروكن كده اه هم السامير وعلاق كمال راحوا الزمالك راحوا الزمالك وسبوني ساموني بقى ساموني الواحدة في الماولين واكيانا يجاولي تاني يعني ما يدروش يستهدوا عنه فلا كنا يعني محمد صلاح مش اقولك بقى زي ما والناس كانت شايفة ومتوسمة نجم كبير وكان لعب كويس ايه وشخصية محترمة جدا ومتربين هو وانني خلي بقى ما بيحبكش لي بقى لا هو مش ما بيحبك يعني اقولك يعني حاجة سريعة كده انا لعبت في الاعلاميين في الاخر في اخر ايامين فهو كان معانا يعني لي انا هو صديق مسترك سيد شعبان ايه فانا كان التمرين بين يعني فيه تمرين الصبح وتمرين بعد الضهر فالاعلاميين ما كانش فيه الامكانيات الكبيرة فانا دخلنا المسجد فنمت في المسجد فهو صورني سيد وبعتها لصلاة ده كان خلي بالك من اربع يعني من اربع خمس سنين في البيت كان في الفربول عظيم ايه فبعت لي الصورة فبيوريني بقى قال له احسن عشان كان بيعزبنا زبادة مصغيري فهو عشان انا ما تدينا موقف من العذاب اللي انت كنت بتعمله لأ حادي انت خلي بالك لأ يعني ما كنتش بتديهم راحتهم اوي هم صغيرين يعني برضو اعرف من الحاجات ايه مع ان احنا انا بس بس ما حادش قدر يكلمه يعني اقولك حاجة اهزر معاه زارتي قيل لكن حد هيجي على ابن النادي لأ حد جاء قبلك هده وانت تصديت ما لا هقولك لان انا اتعمل فيا كده يعني انا كان في موقف كابتن حان العب سطور ايه كنت انا لسه يعني برضو صغير فانا في كرة تعملت بالعرض فجيت احطها كان المطر بيمطر فروحت متزحلة فالكرة عدتني اه فكنت في اخر المطشو كنا ممكن وانا لسه كنت نازل فكنت ممكن نكسب بيها فجي جري عليها وزع عقلي لقيت كابتن خالد نبيل كان كابتن فرق او ابن من ولاد النادي راح جي جري على طول وزع عقله انه هو متكلموش جدا متقربش منه اه فالامور لما تعادت بقى متقربش منه عشان ناشئ ولا عشان ناشئ ابن النادي اللي اتنين اللي اتنين خلي بالك الدنيا بتلف ايه يجي محمد صلاح بيلعب المقصة اه تمام في النواوين العرب في مبرافكاس مصر وبيعمل كل اللي هو بيعمله وبيعدي ومحمد صمارة طبعا كان محمد صمارة نجم الفلسطيني الجميل لعيب من اللاعبة المحترمة بيزعال بيزعال وانا رحت راية وزعقت نفس القصة وتكلمت مع كابتن صمارة عشان انا كنت كابتن الفرقة ساعتها في الوقت ده تكلمت معه بحدة شوية وروحت تكلمته صلاح وزعقتله وضربته في صدره اللي هو ميلعب وملكش دعب بعديها بيعدي وبيحط الصمارة جون انا مجريتش على صمارة انا جريت على صلاح وشيلته ايه لان هو تم صلاح بقى مفرحان في الرجل ليه ان هو بات في المسجن لا 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 بقول لك حاجة اصلا اول جون لي صلاح في حياته كان اخر ماشي ليه في الماولين اول جون لصلاح في حياته في الماولين وفي الكرة كان اخر ماشي ليه في الماولين وبعد كده انا كنت قابله روحت المصر اين يعني اتبعت ت XML خبر اه ام احكي لك كولنوس او برضو ولكن اول هدف كان السويس في السويس يعني لو الهدف بقى ايه كرة لعبت صمارة حطها له فثلاثة على اتنين رايحين فانا بعمل الطبيعي هقول ايه اخد الوفرلاب من ورا بحمد صلاح عشان يبقى عنده حل يحطلي يعني يشتغل مع صمارة هو ما استنياش انا لسه باجري من وراه لسه بطلع بالدير راح هو الكرة كانت في الشبكة نفس الجوان يعني هو عمل كده بشماله وزق وحطها وهو بيجري كنت انا لسه باجري وراه يعني انا لسه بعمل الكرة انا معدتش هو صلاح الكرة في الشبكة وانا كنت لسه وراه فده كان اخر ماتش لها وده كان اول هدف محمد صلاح في النادي عندنا في النادي الموانين العرب وكانت اخر مباراة لها انني من الناس الجميلة جدا جدا ان الحد وقت رايب كنا على تواصل وبنتكلم عجبني ان انت مركز كنت اقولك انني بقى قصة لا 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 انني يعني بص لا انني برضو علاقتي بيه كانت قوية والحد الوقت لان انا تعاملت مع كابتن ناصر كمان بعد كده حاجة فوق الاحترام وفوق الخيال حاجة مخترمة جدا كابتن ناصر خلي بالك مدارب كويس قوي وكابتن ناصر هو شطر جدا ولعيب كبير قوي فربنا يباريك له في تربيته اي حد لا في غزل المحلة لازم تبعارفنا هو قوي جدا لا طبعا طبعا اي حد المحلة هو منظمة انا لعبت غزل المحلة لعبت غزل المحلة لا وخلي بالك ده في قطاع الناشئين انا لعبت غزل المحلة في قطاع الناشئين والمحلة كان تالت دوري يقولك بقى يقولك كنا أولاد موظفين وإحنا جايين بس برضو في المولين أنا كنت اللي هما بيرقصوا على السلم إلا من أهل المحلة وليه على فكرة أصدقاء من القطاع الناجئين سواء في المحلة أو المنصورة أو الإسماعيل لحد الوقت يعني دي من الحاجات الحمد لله إن الواحد محافظ صداقته بالجيل اللي طولها معاه أو تربى معاه في مراحل الناجئين خلينا أشكر بقى كابتن أحمر ابو أمر وكابتن حمامة في قطاع الناجئين في المحلة أحييك اللي أنت ده حيو والله لأننا اتمرنت معهم وكابتن حمامة كان صعب قوي كابتن حمامة كان صعب أنا برضو وأنا بأتكلم بحكي لك في المولين أنا أبتلك أسامي أسامي كبيرة وأسامي تيلة في نادي المولين وخلي بقى كفينهم لحد دلوقتي شغال يعني في منهم من حد دلوقتي موجود وشغال في نادي المولين العام نادي المولين هادي كبير واخترعنا شيء طبعا ومطلع نجوم كبار ويعني نجم ده أنت منورنا بس أنا هقف عند نادي المولين اللي مزعلني مش مزعلني بقى في الكاس أنت كنت جاهل أهلي ولا القصة كتابة أنا مضيت أنا روحت يعني كابتن تمر النحاس خدني وروحت فيلا البشوانس عادلو كيه وروحنا قعدنا بشوانس عادلو كيه جماعة ما شاء الله اختبوت في التعامل مع العيبة مصر كلها كدرة عادلو كدرة رهيبة كنت فاكر خلي بالك أنا مضيت قبل مضيت ثلاثة واحد تعكس مصر فاكر مابوتريكا كان قاعد فترة ما بيجيبش جوان وشريف عبدالفاضيل الكرة اللي شطها من بعيد والكرة بتاعت مابوتريكا اللي اتشاضت من شريف وهو لمسه بدماغه وكان جون محمد فتر لما اتخبط في الماء قلت في الاستاذ يا معاللو ما أنا كنت في الاستاذ أنا رحت الاستاذ بعد أنا مضيت وكان بقى ساعتها كان فيه الهدف والفرسان فاكر انت المجلات دي وقالين كان الزمالك جاي بجون في أول ثواني كده فقالين احمد جعفر تقريبا كان احمد جعفر اه ده كان احمد جعفر اصل مرة جعفر ومرة يسر حسين ياس ده كان جعفر حسين ياسم تالي كان في اتنين اتنين بتاع دومونيك تلات تلاتة او تلات تلاتة اه واحد من دول اه فأنا رحت الاستاذ عارف بقى انت فرحان المواقع كلها والجرائد ما كانتش مواقع بقى كانت الجرائد والمجلات اللي بتطلع اسبوعين دي كانت كاتبة بقى الايهاب المضى وايهاب راهي النادي الاهلي فأنا فرحان بس دايما ساعتها اللي كان بيروح يطلع ياعوات في المقصورة فأنا قاعد ففجأة حد عارفك ان اهاب المصري ده ده اهاب المصري اه اهاب المصري اهاب المصري اعرف برضو ما كانش فيه سوشيال ميديا صحة وفيه ناس الجمهور فأهاب المصري اهاب المصري اهاب المصري قاعدت بقى خليب عليك ليه صورة عنتت لحد الوقت حد كان بعتها لي من قريب وانا قاعد في المطش ده ومتصور بالعلم انت متخيل يعني حد بعتها لي فأنا طبعا انت اهلاوة اه بس اقول لحاجة زعلت كاميرا الاهلي اه ماشي يعني في السك يعني بحاول في السك ببصيلك هي كانت هي كانت طبعا انت ودتني للجند الوقت على طول هي كانت يعني ممكن عشان برضو احنا بعد ما بطلت كورة لما نوصل للقصة للتحليل فأنا كنت في احد البرامج وبحلل بكلم كورة خلي بالك وكلمت كورة ويمكن انا اشتغالنا مع بعض كتير ويمكن كان وش حلو عن نادي الاهلي احنا خدنا افريقيا مع بعض مع الوداد او نادي الاهلي خد افريقيا مع اي يعني فكنت بتكلم بعد الخماسئية تاعد سانداونز ان الراجل يعني انا كنت متفائل وما كانش عنده ثقة فنية نخلي بالك ولو وانا حللتها فنية ان النادي الاهلي كان بعدها عنده مباراة في نيجيريا اعتقد لا القطن كان القطن الكاميروني طانع من ينوقف القطن الكاميروني وانا كنت متشائم جدا وقلت بالشكل اللي شفته في برات سان داونز ان النادي الاهلي ممكن ما يتجاوز اصلا عقبت القطنة كمان ده التصريح اللي طلع على لساني وخلي بالك ولو تعاد بيز زمن تاني انت بتتكلم في ظروف ماتش شايفها وبالفعل انت صعودك كان صعب من دور المجموعة لا وهقولك حاجة هل الراجل ما استفادش فنيا من هزيمة جدا استفاد جدا هل مراهون عطية كان بيلعب اساسي قبل الماتش هو نفسه يعني كولر كان بيقول انه لما تسأل تلعب بتلاتة مدافعين فوسط ملعب انا مش هعمل كده بعد الخماسية بدأ انه يبدأ بتحفز بدأ يلعب بتلاتة فوسط الملعب من بعدها ايه اللي حصل النادي الاهلي اداءه كرفعلي بدأ يرجع تاني للمستوى فانا طلعت حتى معاك وطلعت في نفس البرنامج وطلعت في نفس الفقرة وقلت كلامي انا بقى تزال والرجل استفاد احنا بدأنا في الراديو ماتش الرجاء ماتش الرجاء بدأنا من دور التماني فاكر انت بتاع نجيب لما الكرة تصدد باين فهو جد له على جود جود وطلعت على الهوة وكان معنا استاذ كمال جاب جاب الابليكيشن وانا بقيت عملا بصله عملا بصله يعني اديني اي حاجة اديني اي حاجة في دربة الجزاء اللي ضعت وبعد كده لما الاهلي جاب جود فهو قال جود جود احنا دينا استنيين حتى استاذ كمال يعني وبعد كده فاكرت من اللحظات خلي بالك استاذ كمال كان اضافة كبيرة جدا اكيد طبعا بس انت فاكر اللا فاكر طبعا نجيب واللي احنا الابليكيشن جلنا قبل الهدف فاكرت من اللحظات فلنا في النهائي وبنجيب ما كانش معنا النهائي كان معنا ايمان محمد في النهائي لا ما كانش معنا ايمان كنت انا كان ايمان في النهائي كان ايمان في النهائي وهيسم وهيسم الجول بتاع محمد الاستوديو قلب مشجعين والاستاذ كمال ايه ده يا كابتن احمد استاذ كمال بس كانت اجوء حلو ده حقيقا وكانت تجربة انا اعتقد بالنسبالي وبالنسبالك كانت نجحة انا على مفرق انا بحب التجربة دي جدا يعني ان اضافتلي كتير على المستوى حتى المهن لكن خلينا في كين تاني كمان راضينا جمهرنا ده يا جماعة لا طبعا وخلي بالك ما هي دي الكور انا بص بقى وجودك على الشاشة وجودك دلوقتي كمحل الرياضي بيحطم عليك اللي انت تدي كل واحد حق وتنتقد يعني لو في حاجة غلط بتقول اللي ده غلط لو في حاجة صحة بتقول ده صح اهلي زمالك برامد اسماعيل اتحاد لا وحتى لو انت عندك وجهة نظر وانت نفسك اكتشفت انها في وقت من الوقت غلط معا عادي جدا انا جماعة ايو بس خلي بالك بس ان انا مش بتكلم عن اللقطة دي اه انا بتكلم شكل عام يعني انت ممكن تيجي تقول لا ما كنتش انا مقيم القصة دي غلط لكن مارش الخامسة لا كلنا كونزعلمين خلي اتصل دولي من السعودية انا ما كنتش مركز في ايه قالب الدنيا والتيك توك ومش التيك توك هو جميل الاهلي كده يعني عالم النادي الاهلي في مبارات الفين وعشرة صح? الفين وعشرة ما بلاش بقى تلاتة وعشة تلاتة وعشة لا لا ده احتراف ده ده لا بقى خلي بالك يعني لأ يعني لا ده هنسعيد كان اهلاوي اتراح فيه مش لا بس خلي بالك يعني فهي كانت يعني انا ده سكتي في الاعلام او في التحليل عمتا انتمائك مالوش دعوة انتمائك بتشيله برة خالص وخلاص خلي بالك طول ما انت بتخش في المجال اكتر وبتتعمق اكتر وبالي بالك انه لما بلعب النادي الاهلي في قطاع النشاقين مصلحتك بالزبط انت فاهم وعندي غيرة وحماس اهلي او زمالك او اي حد طبيعي طبيعي انت بتمثل دلوقتي مكان او منظومة لازم وعيس تنجح انت نفسك عيس تنجح بالزبط فانا لما خدت بطولة انا انجحت فرحت المبارد نهاية كان زده براملز هو راح خلي بالك اه يعني هو راح هو راح يشجع زده اه راح يشجع زده انا اجيب مودي هعمل معاه دقيقتين كده في الاخر لان مودي يعني اه انا عجبني عجبني الثقة اللي هو بيتكلم فيها اه بيقولك اللي هو عبد احسن مني اه هو هو يمكن بقى معرفش اه بس خلي بالك بص هو يعني هو فروت اه مش سوبرمان ومش العيب اللي ممكن بس هو عارف اه هي موهبة اه وسبحان الله هي بكرة مفهاش وصاية لا 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 خالص بس هو بيعرف يجيب جون بس ودي نادر جدا خلي بالك ده دلوقتي بنعاني مفيش مهدمين في مصر فأنا رحت اعطي مع البشوان سعده في كايب ايو عشان كنت اقولك بقى لبست العلم وشجعت وشجعت وروحت المصري لما هقولك فأنا جي محمود وعلاق رجعه فناني الزمالك عن طريق كابتل محمود سعد التواصله معايا مم وهيرجعه محمود سمير وعلاق سمير وعلاق كمال اه وانا هروح اي وهيكمله الفلوس وهيدفعه فلوس اه فماشي كابتل محمود سعد يكلمني اعرف بقى انا بايه دمائي رايحة جاية اه اللي بيحصل ده فجأة الدنيا كلها يعني انا فاكرة انا عملت حدثة الدم سبيرو كان كابتل محمود سعد بيكلمني اه نقرح زمالك اه اه فبيكلمني وهتيجي ومش عارف ايه فأنا سرحت فروح تداخل في تاكسي قدامي فالرجل قد خبط بسيطة نزلت والله اقول لك حاجة رح تنازل كان هو تب نجيب لك حد مش عارف ايه انا فاكر رح تمدي الراجل يعني فلوس اه الراجل ادخده وسكت اعرف انا سرحان مش مركز اه رح تمديلو مش عارف تلتة ميت ربو ميت جنيه في الوقت ده ايه الراجل خدهم وما كانش فيه حاجة اصلا اه خدهم مش انت فهمني فأنا كانت الفترة كابت محمود سعد بيكلمني كابت البشمان سعد البقية والنادي الاهلي فالنادي قالك ايه بقى تعالى انا عايزي انا انا اتجيبه محمود لا فجاب لي محمود وعلاق اه قالك تعالى بقى محمود وعلاق جم فهم من صغرنا عشان محمود وعلاق خل بالك هما جم النادي 15 سنة 16 سنة انا يعني عشان انا قلتلك انا بدأت انا اللي كملت من انا صغير انا واسلام لكن هما جم في مراحل الناشئين مش في البداية بتاعت ايه فهم جم فخلاص انت قاعد مش هتروحت فتعالى بقى دي كانت المشكلة بقى خل بالك وبداية مشاكل في المقاولين او اللي هي مشتني من المقاولين اه قالك احنا هنقعد معاك كنتو الثلاثة وانتو الثلاثة هتاخدو زي بعض سبعمائة الف جنان انا فاكر طب فهم قاعدوا وارتدوا ووفقوا ومضوا تعالى بقى قلت لهم بص انا مش هعمل مشاكل ده لل للفريق للفريق اه والكالبش مانس فيصل مرتد اه فقلت لهم انا مش هعمل مشكلة طبعا وحقك ومش هعرف ايه بس انت حراك دلوقتي انا راجل مهاجم صح اه مش هقول لك وراجل هداف الدوري او بنافس على هداف الدوري في الوقت ده مع فلافيو ارب وحداشر واتناشر واتناشر وكانت قصة كده وكنت انا اتناشر اه فقلت له وانا جاء منتخب مصر ومش عارف ايه والاهلي والزمال اهلي اهلي والزمالين فين الكلام ده قلت له اه سواني بقى واتخذ التليفون اكلمت كان في الفترة دي انا فاكر كان اخر يوم في القيد خلي بالك كان اخر يوم في التسجيل كلها كان يوم وكان فاضل ثلاثة اربع ساعات على القيد ولا ساعتين وقال لك باشمانوس فصل بيتكلم قال لك انا عايز سبع مليون جنيه كاش وقال لستة مليون جنيه كاش ستة مليون عشان تروح اهلي او زمالي اروح الاهلي اه معنا اتكلمت كابت انتمر ان حاس يكلم باشمانوس عادل قياه وكان مع بعض على الخط وقال له ستة مليون جنيه دي الوقتي ازاي وكاش مستحيل انت بتعجز الموضوع تقفلت القصة انا اخدت التليفون الباشمانوس يصل شكرا انا كابتان تامر خلاص يا باشمانوس انا اسف وهتمكلم كلمني مين بقى كلمني الباشمانوس برايم محلب روحت الباشمانوس برايم محلب المكتب بتاعه في عادلي ليه كانت المرات القليلة اللي انا عود مع الباشمانوس برايم محلب عادت معاه واتكلمت معاه فبص هو قال لي كلام طبعا الناس هتقولك انت ايه اللي بتقوله ده يا عم بس هو قال لي كلمة قال لي حفيدي بيحبك حفيدي بيحبك وانا كان ليا حاجات برضو كان دايما المواقف الصعبة تتحلى عن طريقه في المقاولين يعني المقاولين بينزل درجة تانية اخر مباراة في الدورة اهاب المصر هب اهاب المصر يجيب جنيه قاعد المقاولين هب اهاب المصر يجيب جنيه قاعد المقاولين فكانت القصة دايما مرتبطة بها فقال لي حفيدي بيحبك فقال لي كلمة طبعا مع عشان الناس برضو هي مش ترند ولا بس هي كلمة قالتلي. اه. قال لي دلوقتي النادي الاهلي جال ابو تريكا عند ابو تريكا. ابو تريكا جاله عرض اللي هو يمشي. هل النادي الاهلي هيوافق? قلت له لا. قال لي انت بالنسبة لي ابو تريكا المقولين. اه. انت مش همشيك. كده. فالدهاني صريحة كده. فخلاص قعدت. جي. بس الحقيقة انت بقى كنت ابو ابو تريكا المقولين يعني. 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 هو مش بنقارن بين ابو تريكا. طبعا عشان الناس. اي وا. هي. اي. التشبيه. قيمة اهب المصري عند النادي مقولين في التوقيت ده. كانت بقعد. قيمة كابتن محمد ابو تريكا عند النادي الاه? بالزبط. فهو طبعا هي. طبعا ده شرف لي ان انا يعني التشبيه ده يكون موجود لكن هو ده كانت تفكيره هو وكانت المقارنة بينه بينه وبينه يعني هو عنده هو. امتيه كانت كده. فارتضيت طبعا. بس ارتضيت بصعوبة خلي بالك. لان انا كان في اوقات كنت باعه ضعاية. واللعيبة وصلت ان اللعيبة اتفقوا مع بعض اللي هو يروح لكابتن محمد عامر وكابتن رمضان احنا مش عايزين احب الفرق. احب لازم يمشي. احنا مش عايزين. خلاص هو هيبقى وصل لنا الفرقة. لا هيقعد. وكملت. جي بعد اول مواتشين كابتن حمد عامر مشي. فجي بعد جي الدكتور عامر ابو المجد وكابتن خالق جدالة وجي خواجه كده. اعملوني معاملة يعني عارف هما مستنينا الغلطة. مفيش ابو تريكة بقى. مفيش بقى خلاص. هو عايز يوسط. انا كابتن خالق جدالة بيسلم علي. اه. كابتن خالق جدالة دخل قط اللبس بسلم علي قالك الركن ده لازم يتدمر. فاكل انا قلت لك ان فيه مسلس كده. اه اه. دخل بيسلم قالك الركن ده لازم يتدمر. اه. طب انت لسه داخل القوضة. كنا هللعب الشرطة. اه. فطلعوني برا يعني كنا معسكرين لماتش ساعة سبعة بالليل. اه. عشان كان الجاو ومش عارف ايه. فرحهم طلعيني برا التمنتاشر. انا كنت بالعب. اي. طلعوني برا التمنتاشر. ومنزلوني تبنيه الساعة 12 الدهر. اه. ودكتور عامر ابو مجد وقف مستخبي. اه. يعني اه. بنادير الساعة. وورا السطرة بتاعة المكتب. كابتن مجدن محمد علي الاداري. مستني يشوف ايه بيعمل ايه. اه. لاني اتمرنت وخرجت عادي وطلعت. فانداني. اه. زي كابتن. انا شفته. اه. فبيقول لي. انا مستني. طبعا اللي انا اعمل مشكلة واضرب واشخط واعمل ده اللي واصل لك. اه. قال لي ما ما لقيتش الكلام ده. قلت له. خلاص اندح لقرارك وطلعتين. خلاص. دي وجهة نظرك. مفيش اي مشكلة. لكن انا مش عاود في النادي. خلاص. قبل. ما هو انت انت مستني لي على غلطة. خلاص الابواء ما بقيتش تساعد ان انا. فكان دي هاللعب المصري. اه. ركز في النقطة دي بقى. هاللعب المصري. ايه. فقابلت مين? امير عبد الحميد. اه. هما طلعوا ناشق لاب علي. اه. فدي برضو كافرود. مهما ان كان. انت عندك فكرة انا ما عندكش فكرة بس الطبيعي. ان لما فرود. يجيب لك لعيب من نص الملعب او مدافع او يجيب لك ناشق ويلعب عليك. انت لازم من جواك تكون بتغلي. حاجة في نفسك كده. لا يعني لا الوضع مختلف تماما. يعني ده منتخب مصري. اه. فاتدهيقتي جدا. اه. فقابلت امير عبد الحميد وكان كابتن خالد جدالله في ويش. اه. اخطلو كابتن امير انا اه. خلاص. اه. لو تعرف انا اه. فبعدها بيومين لقيت اه اه نبيل ابو زيب بتواصل معي. اه. 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 كلم مستر كامل بيكلمك من المانيا. اه. قال لي مستر كامل بعد. اه. مستر كامل ازاي حضرتك? قال لي معنا. ترون. اللي حراك شايف. تلسة في شهر اي كان في شهر عشرة او شهر. اي. اللي حراك عايز. تحت امر حضرت. والا قد جت ماضيت. كابتن اعتبر ان احاس قال لي يا ابن اصبر. تلاتة اربعة شهور دولار طوز من اول الموسم. تروح الاهل. اروحي تروح الاهل. اه. انا مش قادر استحمل. خلاص. الامور. انت عارف انت بتتحارب في بيتك. اي. ليه? ما عرفش. يعني انا بتحارب في بيتي ليه ما عرفش. ودي كانت مشكلة كبيرة جدا. وانا بعاني منها لحد دلوقتي. اللي بقى لك بقى ده كلام. انا بعاني منها لحد دلوقتي انه ما قولين. من حاجة انا عملتهاش. يعني دلوقتي شايلين فكرة مشكلة انت اصلا انت زمت اساسي. انا ما عملتش. اوه خلي بالك. انا ما 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 تمردتش على نادي المقاولين عشان امشي منه. ام. وما تمردتش. ولا عملت ولا افتعلت في حياتي مشكلة في نادي المقاولين عشان امشي. انا لحد الوقتي لما بطلع ده بيتي. غصبا عن اي حد خلي بالك. طبعا. ده بيتي غصبا عن اي حد. لحد ما موت. وبقوله لابني بقوله لولادي ان نادي المقاولين ده هو بيتي. هو اللي انا عدت فيه سنتين ما كنتش بروح. انا انا اقولت لك انا في حلوان كنت باعد في نادي المقاولين ما بروحش. النادي انا كان ايدي مكسورة والنادي بينزل. انا ما كنتش بروح بيتي. كنت بفضل قاعد وبكلم. كنت بكلم لعبة فقن دي تانية. اه. عشان انا بقولها لك اهو. عشان يا جماعة احنا احنا بننزل. انا بص كلام. اه. انا بقولك انا وانا مكسور ما انا مش قادر انا مش قادر اعمل حاجة لحظة لا لا يعني قعدت في الدورة يا جماعة والنبي كده اتصل بهم يا جماعة وعشان خطري عشان خطري النادي بينزل والناس كانوا بتستجيب ولا بيستجيبوا والله احنا المشكلة كانت في ايه احنا المستجيبش يعني احنا في مرة باللعب بدرجنت في السويس اه اتباطي لك وكانت ايه مكسورة وسفرته فكلمناك اقول للناس والدنيا والحكاية والرواية فهنكلم فارق شلبي ففارق شلبي لا يا جماعة ده فارق ده واحد قال لنا فارق ده حبيبي ما حدش يكلمه خلاص فيا جماعة ففارق جات له فاول من نص الملعب فقال لك محمد لا قالك سيبه فارق شلبي ففارق شلبي رح حط الكرة وبيشوت احنا قلنا هنجيبها من الساعة في السويس هتمشي على الارض قد كده اه وسبحان الله عدت من تحت ايدي عقاباوي طب انا عملها لك ازاي طب انا ما خلمناش عقاباوي هو نعملها لك ازاي عقاباوي يعني عارف الظروف ما كانتش خدمك بس انا بقولك اللي انت عملت حاجات كتيرة قوي كنت عايز تعمل اي حاجة عشان خطر النادي ما عملتش مشكلة ما خلقتش مشكلة مع النادي لكن دلوقتي كنت بتكلمه الفرق اللي في وسط الجدول صح اللي هم قاعدوا هي طبعا مش في الكرة بس هي طبعا انا فاهم انت بتعملها الفرقة هدوقة انت بتحاول انت مفيش انت بعندكش اي حاجة تقدر تعملها للنادي مش قادر فاهم فانا بعاني منها لحد دلوقتي انا ما يعني ليه ما اشتغلش في الان المواليد يعني ليه انا ما اشتغلش في الان المواليد ليه ولادي النادي ما بيشتغلش في النادي او ليه اللي ما بيخلص فعلا اللي اخلص للنادي وتعف حياته ما بيشتغلش في النادي انا مليش في جو انت عارفني وتعاملت معايا. يعني خليني برضو يعني عايز تفاهمني ان انت النهارة لو جالك عرض تشتغل قطاع ناشئين تانا ناولين هتروح لناولين? لا. لا ما انا بقول لك هم تستغربوا لما لقوني جاية من قطاع ناشئين بيرامدز وهلعبهم. لا ليه? ليه? لان انت مبصتليش اصلا. يعني او كان بصلك كان عادي. هو انت مبصتليش. انت مبصتليش. واللي فكر فيي لازم احترمه. صح. ولازم اديله عنية. وبموت نفسي عشانه. وكانوا بيزعلوا خلي بالك لما بروح اكسب وافرح قوي. كنت بافرح. انا مش فرحان في الماولين. انا مش فرحان في الماولين. انا عايز اقول لك حاجة. انا كنت قاعد انه ابني في مطش الماولين سيراميكا في الملعب. رحت الوحدي واقعدت في المدرج. والملعب كله يعني طبعا مفيش جماهير بس كله خرج وانا كنت قاعد بقاعدت في الملعب. ده محد شعر في الكلام ده. ولا كنت مستني حد يقول لي تعال يا ابني اشتغل ولا? لأ. وشغل في ما. الحمد لله. اصلا تتكلم فعلا في فريق كبير. يعني فريق اصلا انا بشوف الماولين العرب. بتعرف اصلا تاريخيا. الماولين العرب. تالت. لا مش بس تالت. تاني نادي بعد النادي الاهلي. يحقق الدوري في اسرع فترة ممكن لي في الدوري. بمعنى ان الاهلي من اول موسم خد الدوري. تمام. تمام? اقرب نادي كان نادي الزمالك بعد تسعة او عشر مواسم. نادي الماولين قعد اربعة مواسم بس في الدوري. كان بطل الدوري. بالزبط. لكن هو تاريخيا نخلي بالك من. من عالبطولات. طبعا. بعد الاهلي والزمال. طبعا. فهدي كان يعني دي حاجة مزعلاني. روحت المصري. روحت المصري. فكرتش في الاهلي بقى خلاص تاني. لا بص بقى انا روحت المصري. اه. انا عايز يقول لك اه. كان مطش الاهلي والمقاولين واحد واحد. انا جبت الجند. اه. وتجاني شمس الديني تعادل على طول. اه. متعب بالعرض راح تجاني الاش وحطها في نفسه. فلي كانت. فاكر انت المطش ده. ده كان اكبر عدد جماهير ممكن انا شفته في الاهلي والمقاولين. وكان نص يعني كان نص الاستاد ونص الاستاد. اه. والمطشط الحلوة اوي. فروحت المصري. كنت انا هموم من زكريا ربنا يشفي يا رب. ويددله الصحة. اه. انا مضيت. في شهر يعني في بدري. داشر وروحنا عادنا معسكرين في اكتوبر هنا الاول. عشان تدخل في يناير. اه. عادت بص انت متخيل انا مش في بدري بدري خلاص يعني النادي. اه. فانا روحت. انا كنت قاعد. انا. روحت بكامل المصري. اه. روحت كان ثلاثة مليون. اه. يعني اثنين ونص او ثلاثة. ثلاثة. واثنين عمر جون. كان عمر عمر جون. عمر ده كان حارس مرمى. وكان عبدالله حسن مساك. من المصري. انتقلوا. خلي بالك دي كانت بينه الدورين دي كانت كتير. لا ده انا لسه اقول لك اصلا لما النادي لقالي كان عاوزك طلبوا ستة مليون وكاش ووقتي. اه. لما المصري طلبك اتنين ونص مليون. ده في يناير. وفي يناير ومع اتنين اللعيبة مع كامل احترام وتقديري ليهم يعني ما يعني ما قدموش حاجة بعد كده او ايوة بس انت بتتكلم عارف يعني خلي بالك المبلغ ما بين المقاولين او مصري وفي وقت ده ما بين نادي ونادي غير اهلي وزمالك ما فيوش طرف اهلي وزمالك كان مبلغ كبير. هو على رأي كده كلا ما فيه زبون اهلي او زمالك فيتقل. خلي بالك ان لحد وقت رائب كنت من اغلى الصفاقات اللي جات في تاريخ المبلغ مصري يعني كانت المبلغ كان كبير. كان كبير رحنا عادنا. كان معكم ساعد سامير ولا ما كانش موجود وقتها. اه جلنا ساعد ساعد جلاب معانا في المصر. بس لبا كلمك في انا فاكر انا رحت اليوم ده رحنا عادنا في الفندم مع مستر كامل بالليل قبل المطش. اه. فجأة وانا قاعد كده بنتكلم وبنهذر ونهذهب. الدنيا تقلبت. في ايه جماعة قالك دوشة وفي طرح البحر برسعيد بقى انت عارف الشارع ده. قالك الالترس جيه. في ايه جماعة الالترس جيه? قالك اه عارفه القحاب المصري يموم من زكريا هنا مع مستر كامل فجايين. اه يا رب يا اه. عايز اقولك ان انا طلقت عارف انت بقى اعضاء مجلس الشعب. اه. انا مش متخيل خلي بالك. يعني ايه ده? انا انا كان بيشجعني عن معربي ربنا يديروا الصحة طبعا واحمد بلا لايكة في المقاولين. ان الناس دي انا عشت معهم طفولتي ومجبرنا مع بعض وابو حنام في المقاولين. انا لها تلات اربعة بيشجعوني. بيشجعوني. اه. لقيت بقى بلد. اه. لقيت بلد بتشجعك. اه. اليوم ده انا مش هنساف حياتي. اه. عدى اليوم كنت فرحان اول. تاني يوم بقى الماتش. اه. قاعد بشوف الاستاذ كله متقفل. اه. المصري بتاع المقاصة وجابه جنف الاخر محمد خليفة واحد صف. اه. مستر كامل بقى بعد الماتش. ياخدنا. عارف انت بقى. اه. اه. الافلام اللي بتاعت زمانه لو نقص العربية. اه. اه. فخدنا مستر كامل بقدينا كده احنا الاتنين. يقول نشالم في نفسك كده. خلي بالك كانت. يعني خلي بالك الصفقة في الوقت ده. قوية. 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 انه هو جابك من النادي. هو بالنسبة للناس. هو جابك من النادي الاهلي. اه. 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 اخدك من اهلي وزمالك. اه. ومنتخب مصر وهداف دوري. فانت كنت صفقة الناس كلها مستنياك. فروحت انا ومؤمن عادنا الليف. والناس تشلنا. وبيلبسون التشيرتات. انا كنت لابس. انا مش عارف انا كنت راها اغني. كنت لابس. انا تشوف اللبس لها لابسه في الفيديو اصلا. كلاسيك قوي. انا مش متوقع برضو اللي بيحصل ده. فلا. اليوم ده انا مش هنساقه في حياتي برضو من الايام المميزة جدا والكويسة جدا في حياتي. فاطر ابو سعيد بص ضفتلي كتير. اه. حب الناس. اه. يمكن انا بشوف ان انا كنت اه مقصر فيها فنيا بشكل كبير جدا. يمكن انا 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 حصلت الظروف اثرت. خلي بالك لان ما كانتش ظروف عادية. اه. اه. روحت لما روحت بقى وبدأت رعب. حصلت ثورة يناير. بعد كده رجعنا. حصل توقف شوية وبعد كده رجعنا تاني نلعب كورة. بعد كده بدأنا النص يعني انا كنت رايح في نص موسم. اي. معها جيه كابتن طلعت يوسف. تمام? فكان فيها 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 كان. يعني وفيها موقف مباراة الاهلي والمصري. انا ما انا هجيب لك انا مش كابتن طلعت بس. اه. انا روحت لقيت كابتن شام حنفي وكابتن العلامة يهوب. بعد كده لقيت اه. اه كابتن طرق الصاوي. وبعد كده جيه اهلان جيجر. بعد كده جيه كابتن طه بصري. انت فهم? ده انت بتتكلم في ايه? في ده في التلات اربعة شهور اللي انت روحتهم في اول موسم. شفتوا مدربين بتاريخي كله. بتاريخي كله. في التلات اربعة شهور دي الغطر ما جيه كابتن طه بصري. اعملنا سلسلة نتائج. خلو بالك احنا كنا سبب من اسباب ته توجينا الاهلي في الدورة بالموسم ده. يعني الموسم ده فتكر مباراة اتنين سفر بتاعت الياسو. ايوة. الياسو جاب من احمد شديد اناوي. والنادي الاهلي كسب الاسماعيلي كنا احنا سبب التتويج في الفترة دي. لان احنا كنا فرقة جيدة جدا 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 مستر كامل كان عامل فرقة وانتخب مصر لكن الظروف يحصل بقول لك تلك رحت حصل لك الثورة وبعد كده بتبدأ موسم جديد حصل لك طبعا الماطش الشهير اللي يعني او الزكرة السيئة في تاريخ الكرة مصرية خلي بالك ولا بورسعيدي ولا اهلاوي بيحب اليوم ده ولا بيتمنى اللي هو يكرر تاني. يعني مش عايز اخش في تفاصيله يعني او انه نقف عنده كتير. فدي كان عارف ملحقتش. نص موسم هنا بتبدأ نص موسم هنا بيحصل لك حاجة. توقف في الكرة تاني. توقف في الكرة وبيقف في النادي المصري. فبتروح عارس موحة. اه. مين بياخدك بقى اسموحة? اللي كان معك زمان مع كابتن حسن شاعات اللي هو كابتن شاوه غريم. كابتن شاوه غريم. وكابتن حماض السيد. اه. بيختاروا خمس لعيبة من المصري. اه. كنت انا ومحمود عبدالحكيم وإلياسو وعبدالعيس توفيق ومحمود شاكر. وامير عبدالحاميك كان فري فراح. فكنا خدوا نقوا يعني وايمن سعيد كمان. فنقوا عناصر تقدر تعمل الفارق. خلي بالك سبنا النهدي الاهلي في الموسم تعد دوري المجموطين. اه. هدف بابا ارك واحد سفر هنا. ايه. في برج العرب. في برج العرب. كانت هدف تصويبها من بيت. فقعدنا سنة في اسموحة. اه. سنة الدوري المجموطين ده ما كانش طبعا كان الاجواء كئيبة على فكرة في الكرة. وحصلت منوشات كتير وحاجات. والسنة دي ما كانتش في الكرة. عارف يا كانت الكرة لازم ترجع عشان حيات ترجع. لكن الكرة كانت كئيبة ما كانتش احسن. ناس كتير يعني وقفت متابعة كرة. وانا يمكن واحد منهم يعني ما كانش عندي المتابعة بشغف. وتحديدا لما رجعت دوري. عشان كنا امين معك انا بلقي اتفكر في افريقيا بتابع افريقيا بس مارشوط الالف افريقيا. مارشوط الالف الدوري ما 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 كنتش حاس ان ده. ما كانش فيها شغف كبير اوي. حتى احنا كان لعيب خلي بالك ما كنش متحمسين ان المدرجات كانت ما فيش حد وكانت له اجواء مش حلوة. الاجواء في الكرة ما كانتش اهلا حاجة. فدي كانت مش. بلقت بقى رحلتك بقى. الجيعة المصري تاني خلي بالك. اه. في حاجات انا ممكن هتعرفها دلوقتي اه ان كان انا الجيعة المصري. اه لعبت في اه في عجروت. اه. السنة دي بقى النادي مصري هيرجع يلعب. اه. فنادي مصري لازم يرجع يلعب. اه. بس هيرجع ازاي? مش حد عايز يلعب. اه. احنا اقدنا كتعالية مع مستركامل. ايه. مفيش مستركامل. اه. خلي بالك دي من اسباب حب الناس اللي هي في بورسعيد. اه. ليه انا مكمل عيب? بس انا بتكلم علي انا كآب. الناس حبيتني ليه? لان انا لما اتعرض علي الرجوع ما كان عندي عروض. منهم اللي انا كامل في اسموحة. بس انا قلت لا انا هرجع. انت انت كنادي كنادي. اه. بعيد عن الجماهير او الاحداث الجماهيرية. انت كنادي ملكش زمن. اه. وما شفتش منك حاجة وحشة. انت فاهمني? طلب مني تخفيض العقد. انا كنت بياخد مبلغ. جاء لك الكورة والظروف. وانا كان الحاج ياسر يحدي شخص وصديق محترم جدا جدا جدا. لما لجألك. انت متأخرتش. بطوله ماشي. خلاص انا هقلل العقد. وهمي. اه. وروحنا ولعبنا في عجرود. كنا كانت سنة صعبة خلي بالك. اه. كنا بهد البهدلة صعبة جدا. وما كانش في اي حاجة. تخليك يعني عارف كنا عايزين بس النادي يقعد. النادي قعد. فخلص العقد بتاعي. كان عقد دي خلص مع النادي مصر. جي كابتن طار ياحي. اه. على فاكر المكالمة دي بقى. كابتن طار ياحي هو جايت. كلمني كان الحاج ياسر. الحاج ياسر ياحي كان هو رئيس النادي. كلمني الساعة اتنين بالليل. انا كنت بامضي مع كابتن طار ياحي ما كل سنة. كنت راح له شائته اللي في جامعة الدول دي. كنت راح له فوق اعود معاه. اه راح ماضي. قالنا انا هروح للمقصة في معاين بالعز' بتاع المقبصة وما روحش. ايه. فاكلمني بالليل الساعة اتنين. لقيت الحاج ياسك الرئيس النادي. بصر علاقة. ايه. 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 عامل ايه? زك حاج هنعمل ايه? والدنيا وهنزبط للمسم الجديد وقال لي معي واحد بقى ايه? هاريك تقطيع. اه. نص ساعة ما لي قطع فيك. مين يا حاج? خير. اه. تعال. ايه. ايه يا ملت ومش عارف وعدنا نتكلم. يا اخيرا اخيرا يا فقري همامسكك وهمرانك مش عارف ايه. عايز هداف الدوري بقى. والكلام ده. اه. ماشى كابتن طارق ان شاء الله بازن الله. ويا ريت وان شاء الله بداية خيره. تمام? تمام. العقد. ففي الوقت ده. كان محمد فضل كلمني ان انا ارجع عن المقاولين. اه. بصي بقى. فانا حد من المقاولين كلمته. ايه. فقال لي طيب والنادي ما كلمكش ليه? والنادي يكلمك. اه. ما حدش كلمني من النادي. اه. اه. فروحت رايح النادي المصري. جددت. تمام? جددت على بياض. اه. وروحت. فهم حطوا مبلغ. وانا ارتضيت. واخدت مقدم. كان لسه ليه فلوس من المسلم اللي فات بس اخدت فلوس. اه. فجي اه كان عندنا معسكر. يعني انا اتعورت. في احد المبارات البودية. فانا كان عندي معسكر في اسبعالية. رجعت في اسبعالية. هناخد خميس وجمعة ونسافر السبت في اسكندرية. اه. رجعت الخميس بالليل. قعدت في المهانسين كنت سافر اسكندرية. جالي تليفون من الادارة. انت مشيت من نادي. مشيت من نادي. مشيت من نادي المصري. تليفونات. اه. انا بكلم. رئيس نادي كلمني الساعر اربعة فجري بقى. هو ايه اللي حصل? طوله اللي حصل ايه? اللي حصل ما اعرفش. تكلمني انت مشيت. تفاهم? يعني. كانت صدمة بالنسبة. اه. اه. كان بتنطر ايها لسه موجود? كان بتنطر ايها لمشاني. اللي هو كان عايزك هتدافة الدولة. اه. اه. واللي كان بقوم دي معاك كل سنة. فاهم? اللي انا كنت قلني معاك كل سنة. وكنت باجيب لأخلي بالك. انا في السنة دي جبت العيبة لنادي المصري. انا كلمت احمد رؤوف عشان يجي لنادي المصري. اه. كلمت احمد ايها. كنت باكلم فراود عشان تيجي. وفي الاخر نشاني. كابتنطر ايها. خلي بالك جمهور النادي المصري ما ينساش اللقطة دي. اه. وعارف ان ان انت ممكن تكون اتظلمت في الوقت ده. بس عادي انا العلاقة ما بيني وبين كابتنطاري وما بيني ما بيني حاج ياسر خلي بالك لحد دلوقتي. اه علاقة محترمة جدا. ايه خلاص اوجات نظر. فاهم? روحت بيتورجد. ايه. من النادي مصري روحت بيتورجد. عايز اقول لك. رجعنا شركات تاني بقى. شركات سنة من اسوأ سنين حياتي. انا بتكلم. اه. هدف واحد. اه. عدد دعاية ومشاركات كليل جدا. انا من اللعبة اللي اتأثرت خلي بالك باللي حصل. اه. اه. انا عارف انت كل شوية تطلع وتنزل. اه. والكرة رايحة فين? ورايحة في داهية. اه. وبعد كده ترجع. اه تنتظم شوية. وبعد كده يحصل دوري مجموعتين. طب. خدت مني. خدت مني شوية. اه. خدت مني كتير. روحت بيتورجد شركات بقى شركات. اه. خلي بالك ده شركات رسمي. يعني انا حصل موقف مش عايز اقول اسم المدرب. اه. انا هلعب. يعني كنت تغيير اه. محمد راجب. عارف محمد راجب اللي انت قلت عليه. اه. محمد راجب اتغير. اه. مدرب دخل. وانت ومش عارف ايه. غيره. اه بها ينزل. راح دخل عضو مجلس الزرق. ايه ده مش عارف ايه. لا محمد راجب بيستحمى. لأ تعال. راح اجي المدرب. انت هتتعادل ولا لا? انت مش عارف ايه. انت كده كويس. ينفع. استرجلت شوية. مش عارف ايه. اه ده انت اه. اه ده انت اه. اه ده انا. ايه يا جماعة. ايه ده? ده جد على فكرة. اه. وهات لي اي حد يقدر يقول لي لأ. حصر الكلام ده. نزلت. لحظة بترجت. اه. في عهد بترجت بترجت. اه. اه. لا لحظة اصلا. ايو. مش كابت المختار. ايوة. مكنش كابت المختار. انا ملعبتش مع كابت المختار. اه. اصلي كابت المختار السكة تانية خالص. اه. خلي بالك. لا. والموقف ده حصر. اه. اقول لك حاجتين. اقول. بنلاعب في نفس الموسم بقى انا مكنتش بقول لك من مشاركاتك هتقول لك اه اه امكن خلي بالك انا عندي تلت اهدف في كنفدرليم عبد رجيت في الغزالة الجنوب السوداني او حاك فهم اه فهلعب الشرطة في اخر ماتش في الدورة اخر ماتش في الدورة هلعب الشرطة اه وموقفنا مش احسن حاجة وبد رجيت لازم نتائج تانية تخدمه لازم ما يخسرش عشان يقعد في الدورة رأسك فعادنا كهنا في رمضان عادنا في السويس عادنا اسبوع والله واتمرنا في القاهرة شوية وبعد كي رحنا للسويس المدرب الموديل الفني طبعا انا بحبه جدا على فكرة مانيش دعوة يعني بس بقولك الموقف ده حصل انا قد نبحث على اسم المدرب ولا هجيب من الاخر لأ كابتر رمضان السايد عادي جدا مفيش مشكلة كابتر رمضان وحبيبي ومحمد حبيبي كمان وشغال معنا في النادي كابتر رمضان عمل ايه بقى كابتر رمضان في الكورنر انت هتحرك كده عشان تروع كابتر رمضان راح للفرقة التانية راح للفرقة الاحتياطي قال لهم هم دولة التلاشر اللي هيلعبوا بكرة مفيش حاجة هتتغير الا لو واحد مات خلاص مفيش احنا بقلنا اسبوع انا بقولك ضربات جزاء سوابت كل حاجة انا رقم واحد وراشق فيها رسمي جينا تاني يوم قبل الفطر نقول للمحاضرة فقعدين خلاص انا هبدأ بقى اخيرا بقى وانت اخر ماتش في الدورة جينا التشكيل لقيت نفسي قعد احتياطي ايه ده في ايه في يا جماعة بقول لي الميدو قال لي يا ابني والله واحنا اندخلين انت كنت بادئ واتبقى لك اسبوع بادئ انت جايد دهاردة بص الكورة بص وده يعرفك حاجة يعني الدرس اللي انا انا بشوفه درس انا تعبت خل بالك المسلم ده انا تعبت طبعا النادي على فكرة النادي محترم برضو عشان ماديا كان محترم بتحصل عادي بس ها مش صح خلي بالك كل واحد لازم ااخد حقه فهم بس فيه الاكبر من كل هيديك حقك بالزبط او ربنا موجود عارف انت لو ربنا شايف ان انا بص ممكن ناس تيجي تقول لي انت بتتبلع عشان ما كنتش بتلعب طيب السيناريو اللي حصل اومر كمان عبدالواحد كان في الشرطة اي من نص الملعب بشوتو الكرة ده احنا وقفين اطرد من الشرطة واحد تمام كابت الرمضان ما غيرش اومر كمان عبدالواحد من نص الملعب ماشي مبعيد قوي في احنا وقفين كرة دخل الجون في الشناوي مبعيد قوي اي جون واحد سفر للشرطة اومر كمان عبدالواحد طب الوقت بيعادك ها في ديئة تاتة وسبعين الوقت بيعادك في ديئة تلاتة وتمانين يا اهاب تعال ما لمستش الكرة في ديئة اربعة وتمانين كرة بالعرض تلاتة حطتها بدمال جول جول قاعدت تشارت وقريت على مجلس الادارة وجريت انا مظلوم وقعدت الظلم بقى انت حسيته انت بعد المطش بيقول منشيت بالنادي بعتولك اول مرة في حياتي يجيلي جواب استغنى على بيتي كم من بيت رجد ليه عشان انا انا بقولك انا تلات بعد المطش مش هينفع كمل مش هينفع كمل بس انت ربنا كفأك على تعبك واقتهادك ان انت ممكن تكون سبب اسباب بص انت بتلعبش والظلم اللي تعرضت له طول الموسم بس انت كنت سبب في بقائهم صح وربنا كفأك هو ربنا مش هيكفأ اي حد ومش هيدي يعني مش هيدي لك التوفيق ده لما تكون انت اكتهدت او تعبت خلي بالك كلنا اتمردنا صح الاسبوع ده وكلنا عملنا مجهود لكن انت انت تعبت انت بقى لك فترة فاتباروزت فيك انت فدي دي اللي بتخليني دايما يعني الحمد لله الحمد لله ساكت بربنا كبيرة النجاح ده مش ممكن في المجال ده ممكن ربنا هيكفأك وهيعوضك بس في حاجة مدام انت بتتعب وبتتعب هتلاقي ربنا بيكفأك وبيعوض لك مودي ليه شايفك مهاجم اي كلام مودي لا ما هو ما شافنيش خلي بالك بيتفرج على حاجات بيتفرج بس هو كل يعني عارف كلما يعني الحاجة برضو اللي مخلياني مبسوط ودي فضل ونعمة برضو من عند ربنا لما بيروح مكان لما بيقعد مع اي حد بيقابله او بيكلم معاه في الكرة بيتكلم عن ما تيجي يا مودي كده نكلم تعال تعال كده جنب بابا تعال تعال اثبت الاداء تعال قولينا قصتك بقى قولي بقى يعني ايه انت كنت بتراهم بابا على ان زده هيكسب الكيز صح؟ صح ايه بقى اللي حصل احنا رحنا اه رحنا المطش علي سودك بقى شوية لا علي سودك شوية احنا رحنا المطش هناك اه رحنا دخلنا في شوية التانية عشان انا كاتيرودي دخلنا اه دخلت اصلا قلت ايه احنا كده كده كازمين المطش ما نبرمز لدخلتش يجول كده كده كازمين المطش ليه بقى عندك ثقة عشان برمز لدخلتش يجول اه وفيستون مايلي اكيد هيطلع دلوقتي اه يعني راسي معارف انت السيناريو ايه اه ان مثلا الوقت هيمتد بالزب ففيستون مايلي هيخرج اه ينزل مثلا من روان هو شايف ان مايلي اه كان نظر خطرته اه الكورنر ايه لأ بنا writing الفيديو اللي انت عملته لكبتます الي انت الفيديو اللي انت قلت 呀ثار اه كبت nuves كان طبعا رئيس اه طبعا ابت اه طبعا بعتوله فقال له كان بيبعاته فايس دايما ييكول له العلاقة يعني. احكي بقى. هنكسب. يقول لي هتقضوا على عينكم. عارف انت يا كابت المعتصب وهو يقعد يكلمه وهو يقعد يقوله مسلا هكسب. صح? ويقول. حصل لك ايه بقى لما بيستومائيلي حطت الجول في. لا انا قبل الكورنر اصل بيستومائيليجا في الجول. ايه? صحابي يقول لي عادي الوقت طالها صح. يعني دايب طالها صح. اه. انت قلت ايه بقى? وانا قلت له دي هتبقى. الله عليك والله انت لعيب كبير. قلت له قلت له الكورنر عندهم عندهم محمد سامي عندهم بيستومائيلي. قلت له مصدر الخطار بتاعتهم الكورنر. اه. مبسطش على الكورنر اصل. مبسطش. عشان. انت تعرف ان انا لما بجد والله لما محمد اشرف طلع على كرة ركنية. اه تقريبا اه. خلي بالك يعني انا خلي بالك انا ما اتكلمتش. اه اه. الكلام ده هو هو يعني كان فيه شد وجاذب بينه وبين صاحبه في المدرج بسبب النقطة دي. لا ده انا كتبت ان محمد اشرف يعني ما قدرش يتحمل ضغط المطش. لان الكورنر مطلعش بشكل ده. طلعت بشكل غريب جدا. جدا. ممكن يستلمع وياخد ها البرة. اه. بالزبط. اقول لك حاجة. اقول لك حاجة. اه. اسماعيل مش عارف ولا مين العش اللي راح زعقله جدا. العلاقة كانت انا شفت توتر. اه. بس اقول لك حاجة. اه. هنتكلم كورة بقى. اه. هو كان موسي ما استحق عليه برا من استدوجه بتقول. لا زد طبعا عشان نجمينا مودي طبعا. بس لا اه. اه. ايه عام في ايه? خلي بقى لك منظومة محترمة. اه. يعني منظومة محترمة. واضح. واكتنى شيء محترم وفيه. سيب بقى سيب. اه. انا عايز برضو اقول لك يتكلم خلي بقى بيعمل حاجة. اه. كان بياخد اه. شفت انت التحليل بتاعي ويقعد يكتب مسلا بيتفرج على مطش. اه. صح? صح. اقول بقى. انت بقى شايف نفسك يعني تبقى مهاجم اجمد من بابا ولا ايه? لا. الله? ايه? لا. يعني بابا اجمد? او. لا اتكلم انا عايز اكتكلم. بابا اجمد طبعا. الله 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 الله. الكلام كان ورا الكاميرات مختلف تماما والقصة. لا بس بابا طبعا مجمد. بتشوف له فيديوهات يعني? طبعا. كان نفسك يلعب في الاهلي ولا في الزمالك? طبعا في اهلاوي بقى. طبعا. طبعا. يعني لو جالك عرض في اي وقت من النادي الاهلي وقت ما تقلق بقى عايزين مهاجم. مش هدى حيه لك كده? هو يعني بص اه بيروح. اه. سواء بقى يتفرج كان في مطشين بيرا ما تتخلي بقى لك والاهلي كان بتفرج وكان لابت شيرت بيرامنز. كان بقى لك. احباوا بس. احباوا بس. اه. كنت عارف المدرجات بيرامنز. اه بس كنت بتشجع الاهلي. طبعا. اه كل مدرجات بيرامنز كانت بتشجع الاهلي يا موت. لا بس انا انا بص يعني انا مبسوط بالحالة يمكن انا قلت اول السنة. اه. ان افتكر الكلام ده برضو انا قلته ان بيرا هو هيكون المنافس الاول للنادي الاهلي محلية. ده حقيقي. اه يعني. هو ده اللي هيحصل ده اللي هيحصل. معرفش السنة دي دي. لا لا السنة دي برضو نفس الكلام بس انا عايز اقول لك يا مودي انا مبسوط بيك. ومبسوط بسكتك ورا الكاميرا. واحترامك لبابا قدام الكاميرا. بابا كان المهاجم جامد جدا الحقيقة يعني. انت بقى لو زي بابا تأكد ان فعلا الاهلي والزمالك هيكسر الدنيا عليك لان احنا ما عندناش مهاجمين دلوقتي. يعني يمكن حتى بابا موجود كان فيه في الالف لافيو كان فيه عمد ماتايب كان فيه عمر زاكي ممكن يجي كان فيه حمار حسامي دو كان فيه لعيبة مهاجمين في المركز ده. احنا حاليا احنا بسيوني. احنا مالت يا بسيوني. بص انا دايما يعني ايه ما بقى يعني ببقى واقع شوية. والمفروض نظرة لعيب الكرة تبقى مختلفة. اه اب وكل حاجة بس انت في الاول في اخي العيب الكرة ومدرم دلوقتي. فلازم يعني تقيمه برضو ايه بنوضوعية شوية. وتحط دايما انت عندك الاحسن. وخلي بالك يعني ربطي حاجة هو بيجي يقايم نفسه ويجي يكلمني بعد التنبين. يقولي انا كنت كويس بس كان عندي احسن. اه مثلا فيه قرار النهار ده انا خدت صح ولا مشاولة نشوفك نجمي كبير يا امودي وتبقى زي بابا كده. شكرك جدا يا امودي على المداخلة دي. عشان بقى نختم مع بابا. يعني كل الشكر ليك. عادي 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 من قدام كل الكاميرات. كل الكاميرات با وسط كل حراتك. حبيبي يا عيب ربنا يبارك لك فيها رب. حبيب رب ميت. بازن الله يكون نجمي من نجوم كرة القدمة المصرية. حبيب. انت مقتهد وموهوب وتستعيل كل خير. وانا بسوط جدا بجد ان انا عملت مع قلك اهو. يعني انا سعيد جدا. وتكون اول يعني اخلي بالك انا اول تجاربي في البودكاست او او في التجربة دي انا ما ما عملتش ما ربتش ا Thermoi ايه انا ااه اه. او انت معاك. ايه وان انت مش اي حد بنسب letter 여러분들 عارف الاories the locker اللي بيني وبينك. وkelnما طلبت انا مقدرش اتاخر عليه. حبيب. وانت عارف اولتلك الصبح عندي ايه اه. وبكرة عندي ايه ومهاردة جايه. فلكن انت تؤمرني طبعا حبيب اه. يعني. لان انا انت انت من الناس الشطرة. الناس اللي بعيد بقى عن اعتماغها ووجودها في النادي اهلي او انت مع النادي الاهلي? لا انت اعلامي محايد. لما ستشت새ل ان شاء الله باذن الله الناس هتشوف اعلامي محايد. اعلامي هيدي كل واحد حقه. قصة الاهلي وانت معك النادي الاهلي مش هتبقى طغية على وجودك قدام الكاميرا وده انا بسك فيه جدا جدا جدا. فان شاء الله باذن الله اتمنى لك وكo التوفيق في خطوات أجاية. اتمنى لك النجاح والتوفيق اكيد في الخطا hajibep ep ashkuret jdn Uh! وسكركم جدا وارب تكون الحلقة يعني كانت ممتعة بالنسبة لكم انا الحقيقة استمتعت فاتمنى ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم ونتظرنا في حلقة جديدة ان شاء الله سلام